شجرة مثمرة تساوي حياة مثمرة شعار شجرها لم يكن مجرد فكرة مع عمر الديب صاحب هذه المبادرة التي أسسها عام 2016 بل حلم أصبح واقعا عندما زرع شجرة أمام منزله لتطرح خيرا ويكسو اللون الأخضر الحي التاسع بمدينة العبور وبعدها وصل أثر هذا الحلم إلى محافظات أخرى وعشرات المدارس وبعض الدول العربية هذه المبادرة شعبية بيئية انطلقت في 17 أبريل 2016 أسستها في 17 أبريل وليها ثلاث أهداف أساسية نحن ننشر زراعة الأشجار المسمرة في الشوارع وفي المدارس والأماكن العامة وكمان ننشر ثقافة زراعة البلكونات والأسطح وننشر ثقافة التنمية المستدامة وحماية البيئة من التلوث وطبعا هي لها أبعاد اقتصادية واجتماعية لأنها تحقق ثمان أهداف من أهداف التنمية المستدامة مائة ألف شجرة وحوالي عشرة ألف بلكونا وسطحة ومزرعه صاحب المبادرة حتى الآن وما زالت رحلته مستمرة حتى أن يصل إلى مليون شجرة منتشرة في جميع أنحاء مصر النهاردة اليوم بالتعاون ما بين مبادرة شجرها ومبادرة حضر الأخضر برعاية سيد رئيس الجمهورية ووزارة البيئة والجماعيات الأهلية ووزارة البيئة والحي تاسع بمدينة العبور اشترك في المبادرة حوالي مائة مدرسة حكومية وعدة جامعات خاصة وحكومية وبعض الجمعيات والأفراد عن طريق التطوع والمشاركة بالزراعة بنعمل أشجار مستمرة علشان بيبقى طبعا فيه ناس غلابة بيبقوا معاديين لازم بيقطوفوا مش لقين حاجة مش عارفين يشتروا حاجة فبتبقى الحاجة معمولة عشانهم العشجار اللي أنا شايفه إن هي بتنق الجو ده أول حاجة من الورتجين طبعا ده حاجة أساسي للعشجار وفي نفس الوقت المنظر الجمالي وفي نفس الوقت حديك يعني لما يكون فيه شجرة مسمرة ليه لأ؟ ليه لأ؟ لما زرح حاجة مسمرة تنفع أني وتنفع غير ليه لأ؟ طبعا الناس هنا مبسوطة أي حد ماشي بيلاقي لمون طارح أو برتقان طارح الفكهة المسمرة يعني فيه أماكن هنا كتير في العبور زرعناها من سنتين وثلاثة بالفعل ابتدت تطرح مؤسس المبادرة لم يكتفي بزراعة الفواكه المثمرة بل يحاول دائما تقديم التوعية بأهمية الزراعة وتهدف المبادرة التي أسسها على القضاء على الجوع وزيادة المساحة القضراء ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين شجرها مبادرة وإن كانت ترمز إلى الجمال والخير والعطاء إلا أنها تحمل أبعادا اقتصادية وبيئية سيكون لها الأثر الإيجابي على الأفراد والمجتمع بشكل عام أسمع حسن لبرنامج مراسل النيل